اشتركوا في القناة القوات الصهيونية في شهر تموز يوليو من عام 1948 تسمى القرية أيضا عرب الفضل إذ أنها من أوقاف الصحابية الجليل الفضل بابن العباس كذلك تسمى السطرية ويعرف هذا الموقع أيضا باسم عرب السطرية نسبة إلى موقع السطر شمال مدينة خان يونس الذي نزح عنه هؤلاء العرب تقع بيوت عرب أبو الفضل والأصح عرب الفضل في ظاهر الرملة الشمال الغربي وعلى مسافة نحو كيلو متر منها تنتشر هذه البيوت متناثرة على الجانب الغربي لطريق الرملة يافا وعلى الجانب الشمالي خط السكة حديد رفح حيفا وأقرب القرى العربية إليها قرية صرفند العمار صرفند الخراب وبير سالم وهي تجاور مدينة اللد من الناحية الغربية ويعرف هذا الموقع أيضا باسم عرب السطرية نسبة إلى موقع السطر شمال مدينة خان يونس الذي نزح عنه هؤلاء العرب أقيمت قرية أبو الفضل فوق رقعة منبسطة من أرض السهل الساحري الفلسطيني الأوسط وترتفع نحو 75 مترا عن سطح البحر وتتألف من مجموعة بيوت متنافرة في وسط الأراضي الزراعية كانت تخلو من المرافق والخدمات العامة لاعتمادها في توفير حاجات سكانها على مدينتي الرملة واللد المجاورتين لها بلغت مساحة أراضي عرب الفضل 2870 دونما منها 153 دونما للطرق والأودية ومن بين أجود الأراضي في فلسطين لانبساطها وخصوبة تربتها وتوافر مياهها الجوفية وتعتمد الزراعة على الأمطار وعلى مياه الآبار أهم المحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها القرية الحمضيات، الزيتون، الخضار والحبوب بأنواعها المختلفة غرست أسجار الحمضيات والموس في مساحة تزيد على 818 دونما حيث تجود زراعتها في تربة البحر المتوسط الطفلية الحمراء كما استخدمت 1035 دونما للحبوب و822 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين في حرب 1948 يشير المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إلى أن سكان القرية تشتتوا أثناء عملية براك متأثرين بسقوط قرية مجاورة ربما كانت بيرسالم حيث جرى ذلك في 9 أيار مايو 1948 عند بداية عملية براك إذ أقدم لواء جفعاتي على تطهير المناطق الساحلية الواقعة الغربية لد والرملة لكن المرجح أن تكون القرية احتلت بعد شهرين ذلك بأن خريطة الهاجنة الخاصة بعملية داني تدل على أن أبو الفضل كانت بين القرى التي اجتيحت في تموز يوليو 1948 خلال ذلك الهجوم وبما أن سلوك القوات الإسرائيلية في أبو الفضل يشبه سلوكها في اللد المجاورة فمن المرجح أن يكون من تخلف في القرية من السكان طلد في اتجاه الشرق ونظرا إلى القرائن المستدلة في تاريخ حرب الاستقلال فمن المرجح أن تكون أبو الفضل احتلت في 12 إلى 13 يوليو تموز 1948 لم يبقى قائما من منازل القرية الأصلية سوى خمسة منازل مهجورة ومتداعية أحد هذه المنازل يقع على طرف بستان الحمضيات وهما مبني اسمنتي له أبواب ونوافذ مستطيلة الشكل وسقف قرميدي مائل كما يقع منزل آخر مؤلف من ثلاث حجرات وسط بستان حمضيات ينبت بعض شجر السر والخروع ونبات الصباري في الموقع في حين أنشئ بعض الأبنية الإسرائيلية في الجوار أما الأراضي المحيطة فيزرعها الإسرائيليون وفي سنة 1949 محيت أبو الفضل من الخريطة مع إنشاء مستعمرة سترية على الرغم من أن موقعها الأصلي غير معروف فهي الآن تقع على بعد نحو خمسة كيلو مترات إلى الجنوب من موقع القرية كما أسست مستعمرة تلمي منشي في أيار مايو 1953 على أراضي القرية استوعبت أجزاء منها في ضواحي ريشون لاتسيون وفقدت معظم هويتها المميزة ثمت مستعمرتان أخريتان قريبتان من الموقع هما بإير يعقوف التي أنشئت في عام 1957 على بعد نحو كيلو متر إلى الغرب ونير تسيفي التي أنشئت في عام 1954 على أراضي صرفاند العمار على بعد نحو كيلو متر إلى الشمال والإثنتان ليستا على أراضي القرية بلغ عرض سكان أبو الفضل عام 31 نحو 1565 نسمة انخفض عددهم إلى 510 نسمة عام 1945 بسبب هجرت بعض العائلات للاستقرار في المدن المجاورة حيث تتوافر الخدمات وفرص العمل خاصة أن قسما كبيرا من السكان كان مستأجرا لأرض لا مالكا لها وعمل معظم السكان في الزراعة وتربية المواشي والدواجن وشكرا لكم